السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بالجميع أهلين وسهلين ومرحبتين معنا اليوم طبق سهل بسيط جدا في دقائق معدودة يعني نديروه طبق هذا وش يوم الحواج اللي قادرين تستغنو عليهم كما قادرين تديروهم هو الفطر هذا ولا هنا الزيتون أخضر دين وايتي ولا بدون عظم هالزيتون هذانا من غليش نغسله غير باخترات فيه ماء شوية سخون ونصفيه فقط كي نحطوه في الماء نخليه على الأقل كل عشرة دقيقة نبدلو الماء عندي اللي أنا حبيبتع فرماج عندي الخبز المرحي اليابس وعندي صدر دجاج زرحيتهم مع شوية عشرة شحمة عندي اللي هنا حب انتع بصلة صغيرة رحيتها مليح وعندي معدنوس حتى هو مفروم مليح عندي ملح سكنجبير وعندي فلفل لكحل مقادر بسيطة جدا مكونات هذا الطبق سهلة متوفرة يعني في كل البيت نضيفه معه هذا الطبق هذا اللي حبيب يدير معه لابيري ولا روز ولا بطاطا ديف خيت بطاطا مقليا يقدر يرافق معه هذا الطبق هذا الطبق هذا اللي هنا كما تشوفوا المقوينة تتاعي كاما نخلطها مع بعضها في إناء واسع من الحم المرحي ولا صدر دجاج المرحي مع الخبز اليابس مع البصل مع سكنجبير مع الملح مع دنوس نخلي شوية لي التزيين ومع شوية فلفل لكحل لحنا هذا اللحم المرحي واللجاج المرحي باش يصدقلكم وكي يديروا للحبة ما تفتحش عجنوه مليح خلاص بدون ما نضيفه للحبة طالبي وكان يحبي يضيف الحبة طالبي يضيف لحنا الخبز المرحي هو لحي خليهونا طريق يعني بدون ما نضيفه وذي كتر فتاع الزبدة انو كان بعض اللي يزيد الزبدة باش يجي طريه ولكن احنا ما نضيفه لهاش الزبدة نديروها كاو والفرماج اللي يحبي يضيف له الفرماج في الخالب ولا يحشيه يعني يحشي الفرماج بهذا اللحم يعني يدير في الوسط بتاعه فرماج ولا يحب زيتون كل واحد اوش يحبي يدير وكان حتى اللي يدير دي بولة تاع ذيونداشي والفوق يضيف لما دي بولة هذو تاع الجاج بس هالبولة تاع ذيونداشي يكون طيبة من قبل ويدير لبولة تاع الجاج وكي يتحصل على طابق ازدواجي لحم مع الجاج هاللهنا الفارينا الرمدوها ولا الرملوها ولا المهم نغطيوها بالفارينا كي ما راكم تشوفوا هذ الكويرات التانا نغطيوهم بالفارينا باش نبعد هذيك هذيك هذي الفارينا هي لح تطلقنه في المرقة التالي شامبينيون وتعقدها بدون اضافات ويعني وتعطيل يجوم مليئة هاللهنا انا يا رمدتها كامل ولا كامل كوفريتا بذيك الفارينا درت كويرات صغيرة الحجم باش طيب لي مليحتها من الداخل طيبتها في الزيت وفي الزبدة مغرف زبدة وربع مغرف زيت كي ما راكم تشوفوا كي نحيت هذيك الكويرات حكمت هذك الفطر التاعي وطعرف الفطر التعباته ما في حتاقو حطيته في الزبدة والزيت نحمصه مليح ولا نقليه مليح ونضيف له فلفل الليك حلوى الملع ونكمل نطيبه مليح ونبعد ندلو كرام فراش ولي ما عندوش كرام فراش تحت مباططة ياورتناتوك مع ربع مغرفة تحليب تخففها فقط وضيفها له والطفي والزيتون تشبيحه اختياري يعني ديما انا نقولكم انا ندلكم لاباز واللمسة الاخيرة ديما تبقى الكل فنانا في مطبخه تدير واش تحب هذا هو الطبق تاعنا سهل بسيط سريع ولذيذ شخفيف صيفي والسلام وختام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر